توجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالتهناء إلى رئيس عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة وكفت جمع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر وقال مفتي الجمهورية أن انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري والقوات المسلحة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعا وأضاف الدكتور شوقي علام أن جيش مصر هو درع الوطن وحصنه الحصين الذي قدمه ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري ولا يزال يقوم بدوره الحاسم في استقصال جزور جماعة العنف والإرهاب التي تحاول العبثة بأمن واستقرار مصر إضافة إلى دوره في تحقيق التنمية على أرض سيناء ترجمة نانسي قنقر